حصلت الأميرة هايا بنت الحسين طليقة الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي على حكم من القضاء البريطاني حيث تقيم حاليا يمنحه حق حضانة طفليهما. المحكمة البريطانية منحت الأميرة المسؤولية الحصرية في تعليم الطفلين والرعاية الصحية لهما. وذلك بعدما وجدت المحكمة أنها تعرضت لمضايقات من طليقها. هذا الحكم مشاهدين يزدل الستارة على النزاع القضائي بين الأميرة هايا والشيخ محمد بن راشد. قال القاضي أندرو مكفعلين وهو رئيس محاكم الأسرة في إنجلترا وويلز في حكمه النهائي. يقول إن الشيخ محمد أظهر بشكل مستمر سلوكا متجبرا ومتسلطا فيما يخص التعامل مع أفراد أسرته. كان سلوك الأب تجاه أم طفليه عنفا أسريا. وكان لذلك آثار عميقة على كل مناحي حياتها. الأميرة هايا قالت في بيان. رغم أنها لم تتحدث في فترة سير الإجراءات القضائية. قالت لقد كانت السنوات القليلة الماضية رحلة مخيفة. إلا أن ما لمسناه من حماية وتعاطف وملاذ آمن في إنجلترا كان له بالغ الأثر في تعزيز الإيمان بالإنسانية والعدالة. وليمضي يوم في حياتي دون أن أشعر فيه بالامتنان للحرية التي أتمتع بها أنا وأطفالي. ولكل لحظة يتم منحها لنا لنقضيها معا. ومن أكثر ما افتخرت بي في حياتي أن أكون جزءا من قصة الأيام الأولى لدولة الإمارات. وأن أعتبر دبي بلدي وموطن أبنائي لسنوات عديدة. متحدث باسم الشيخ محمد بن راشد قال نقلا عنه. يقول واصل رفض الاتهامات التي وجهت إلي. أحب طفلي وأعتز بحبهما لي. كنت دائما أوفر لهما الرعاية وكل ما يحتاجانه. وسأستمر في فعل ذلك. الأميرة هاية مشاهدين فرت من الإمارات في عام 2019 مع طفليها الجليلة وزايد. هربا من زوجها أنذاك الشيخ محمد بن راشد. وبمجرد الوصول لبريطانيا طلبت وضع الطفلين تحت وصاية المحكمة. وفي نهاية العام الماضي قدت المحكمة العليا بمنح الأميرة هاية تسوية مالية للانفصال. حصلت بمجابها على 554 مليون جنيه استرليني من المحكمة في أكبر تسوي الطلاق في تاريخ بريطانيا. المعركة القانونية التي استمرت لثلاث سنوات تقريبا. وصلت قيمة أتعاب المحامين فيها إلى 70 مليون جنيه استرليني. أي ما يعادل 95 مليون دولار. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.